شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية والرقابية لضبط أسعار استلع في الأسواق ومواصلة تفعيل الدور الرقابي للوزرات والجهات المختصة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة حيث أكد ضرورة العمل على تصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة وأوضح مدبولي أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة منوها في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ بنعمج الطروحات